سلام الله عليكم ورحمة وبركاته إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة وفيها نتابع السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول السودان يطلب دعماً أمريكياً في مدفوعات الدعم وتحويلات الدولار في التفاصيل افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020 تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط ويستهدف المؤتمر هذا العام أن يكون نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية التي لم تعمل في مصر من قبل ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثاً من خبراء الصناعة محلياً ودولياً و 1600 مشارك يمثلون 14 دولة و 15 شركة بترول عالمية وضمن فعاليات المؤتمر وقع طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المصري مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للبترول وشركة شلينبرجر العالمية وبريتش بيتروليام البريطانية لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في البلاد اشتركوا في القناة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة سيد محمد عبد الروف سيد محمد أسباب عقد هذا المؤتمر في مصر في ذلك التوقيت وجدوه الاقتصادية ربما في وقت تعاني فيه يعني أسعار البترول عالميا من تراجع لا هو المؤتمر ده مهم جدا وضروري طبعا صناعة البترول صراع بتتطور يعني يوما بعد يوم في التجموليجيات جديدة وتحول رقمي ويعني حفر في أماكن صعبة جدا زي المياه العميقة المستقبل كله في خلال الخمسة سنة جايين بيتحول للغاز الطبيعي زي ما احنا شايفين فيه تهاتف من الشركات العالمية على المناطق اللي هي بتحتوي على الغاز الطبيعي لأنه أقل تلويسا وفوائد الاقتصادية أكبر العائد بتاعه أكبر فبالنسبة لمصر مهم جدا أنها تأخذ هذا المؤتمر أولا بتوري العالم النجاحات اللي تمت وهي نجاحات في فترة قليلة جدا نجاحات يعني كبيرة جدا نعم كليلة أخيرا شهر الماضي بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط اللي هو مقر القاهرة متوقع مصر تكون اللاعب الرئيسي في منتدى غاز شرق المتوسط وتلعب دور مهم جدا في تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي هو منطقة يعني جائعة للطاقة نعم هذا المؤتمر أولا بجانب عرض النجاحات اللي تمت فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية في أحدث التكنولوجيات برضو فرصة لعرض الفرص الاستثمارية لأن احنا هنجزب الشركات الزايفة فرصة أن كل الشركات وكل الخبراء موجودين في مكان واحد فترة واحدة في مكان واحد بحيث يبقى فيه فرص استثمارية متاحة لصالح المستثم الأجنبي ولصالح الدولة المصرية ما معنى فكرة التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز وما جدوها؟ التحول الرقمي طبعا العالم كله بتحول الدنيا كلها بتتغير فالتكنولوجيا والتحول الرقمي بيلعب دور مهم جدا في كافة مراحل الانتاج بتحل محل العنصر البشري في مجالات زي الحفر والاستكشاف بتعتمد أكثر وأكثر على التكنولوجيا الرقمية بالإضافة للتسويق البيانات الخاصة بالإنتاج والخاصة بالحفر والخاصة بالاستكشاف وطرح المناطق المعروضة للبحث والتنمية حتى النهاردة تم توقيع مذكرة مع شركة شلمبرجير ما بين هيئة البترول لشركة شلمبرجير لتنفيذ النفذة البوابة الإلكترونية لقطاع البترول لتسويق هذه المناطق والعرض كافة البيانات المتاحة عن المناطق الانتاج والاستكشاف والتشغيل ده طبعا أنت بتعامل مع العالم كله فأنت طبعا بتوصل لشريحة أكبر في الظل أن الناس كلها دلوقتي هو ده الوسيلة الأساسية واللي هتبقى في المستقبل القريب هي تقريبا الوسيلة رقم واحد هي طبعا بقت تقريبا بس بيزيد الاعتماد عليها يوم بعد يوم فمن المهم جدا أن نقطاع البترول يواكب هذه التطورات يعني فكرة تحويل مصر إلى مركز إخليمي للطاقة هي هدف تتبنى الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ويعني تم التصريح به في أكثر من مرة كيف يمكن أن يتم ذلك والقيمة المضافة متى تتحل صناعة البترول في مصر والغاز بالقيمة المضافة تمام لا هو صناعة البترول يعني خطت خطوات جمدة خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا زي ما أشارنا وتكللت هذه الجهود بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط مصر نقدر نقول تحولت بالفعل إلى مركز إخليمي للطاقة احنا عندنا منطقة واحدة جدا في شرق المتوسط تشترك فيها عدد من الدول في أبار الغاز المختلفة والمنطقة لسه بتصخر بالسروات البترولية مصر لديها بنية تحتية قوية جدا من مواني وخطوط أنابيب ومصانع إسالة مش موجودة في أي دولة في الشرق المتوسط عشان كده مصر هتكون هي اللاعب الرئيسي في أي خطة لتطوير منتدى غاز شرق المتوسط طبعا الهدف الأساسي أن احنا هدفين أولا نصدر الكميات الفائضة من الغاز في دول المنطقة بعد تجمحها وإسالتها في مصر وتصديرها طبعا ده بترتب عليه عائد قومي لأنه بفيه نقل ورسوم وإسالة وتصدير زائد استخدام الغاز الطبيعي الفائض في صناعات البترول كوميويات أو الصناعات المختلفة وبرضو أحد الخطط الأساسية لقطاع البترول خلال الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا النهوض بصناعة التكريب والبترول كوميويات النهوية دي اللي بتدي القيمة المضافة حقيقي فإحنا عندنا شقين شق لتصدير جزء من هذا الغاز شق لإستغلال هذا الغاز في صناعات التكرير والبترول كوميويات والصناعات الأخرى المختلفة خصوصا ده العائد بتاعه أكبر طبعا مصر حقا الاكتفاء الزاتي وبدأت تصدر للأردن بتصدر بعض الشحنات مؤخرا للاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع لبنان للتصدير للبنان الدولة المصرية لسه سواء بريا أو بحريا تسخر بصروات البترولية ذلك احنا نلاقي شركات كبيرة جدا زي الشركات الأمريكية والفرنسية والشركات الأديمة اللي شغالها زي شيل وخلافه والشركات الجديدة مش بتروليا مهير اكسل موبيل وشيفرون دخلوا الأول مرة برضه السوق كل ده مشارك بقوة في مؤتمر صناعة الغاز اللي تفتح النهاردة طبعا برضه اللي يجب الإشارة أن رعاية وتشريف رئيس سيسي ده بتدي دفعة قوية جدا وثقة جدا للمستثمرين ورسالة أن مصر مهتمة جدا باقطاع الطاقة خصوصا أن اقطاع الطاقة أعلى معدل للناتج القومي خلال سنة 18-19 تبقى لتصلاحات وزير بترول 27% الاستثمرات الأجنبية المباشرة خلال الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا تقريبا في حدود 35 مليار دولار موفر موجه للبترول بالبترول بس طبعا بينعش الاقتصاد كله نحن حقنا اكتفاء ذاتي بدأنا في التصدير شركات كتير بتشتغل في مختلف المجالات خفضنا المديونيات للشركات الأجنبية كل ده بيدي دفعة كبيرة جدا للقطاع البترول المصري عشان يكمل نجاحاته أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد عبد الرؤوف الخبير في اقتصاديات الطاقة شكرا جزيلا لك شكرا قال وزير المالية السودانيين بلاده طلبت مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر القادم تشمل تحركا محتملا في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة ويضغط الدعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العام بينما يتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع ويشجع السوق السوداء ويسهم في حدوث أزمة اقتصادية وتحاول الحكومة الانتقالية انقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور عبد الحميد إلياس دكتور عبد الحميد لماذا يطلب السودان دعم الولايات المتحدة في منظومة البطاقات الذكية الحقيقة منظومة البطاقات الذكية تحتاج إلى دعم فني تكنولوجي وبالتالي يحتاج أيضا إلى خبرات وإلى بنية تحتية وبالتالي يطلب من الولايات المتحدة باعتبار أنها يعني عندها ناصية تمتلك ناصية التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي أن تساعد في هذا الجانب ولكن أعتقد أن الدعم الأساسي المطلوب من الولايات المتحدة في الوقت الرعين هو إزاحة اسم السودان من لايحة الدول الرعية للإرهاب لأن هذا التصنيف يضع السودان في عزلة دولية يحرمه من موارد الدعم الدولي يحرمه من الغروض ومن المنح والهبات نعم ما الذي يمنع الحكومة من تبني بدائل تحقق يعني الهدفين في مشكلة الدعم ووصوله إلى مستحقي ومنع التهريب أو الاحتكار لو سمحت أعد السؤال يعني أقول ما الذي يمنع الحكومة من تبني بدائل الحكومة الانتقالية الحالية ما الذي يمنعها من تبني بدائل تحقق الهدفين معا وصول الدعم إلى مستحقي ومنع الاحتكار أو التهريب أو غير ذلك من المظاهر التي تسيء إلى المنظومة فعلا وصول الدعم إلى مستحقيه يحتاج إلى ترتيبات ويحتاج إلى إجراءات وعامل الزمن هو عامل مهم جدا على سبيل المثال إذا أريدت أن توجه الدعم إلى مستحقي تحتاج إلى استخدام بطاغات زكية تحتاج إلى حصر المستحقين الفئات المستحقة الفئات الأكثر ضحفا الوصول إليه عبر بيانات وحصاءات دقيقة وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن بالتالي يبقى من الصعب جدا أن آلية الاستهتاف غير جاهزة وتحتاج إلى زمن وفي نفس الوقت الضغوط الاقتصادية تزيد بوتيرة كبيرة العجز في ميزان مدفوعات عجز هائل العجز في الموازنة الداخلية عجز هائل وبالتالي سعر الصرف العملة يتدهور يتراجع بصورة كبيرة جدا كل هذا معضلة التضخم في ارتفاع كل هذا يزيد من غلاء الأسعار ويضع الحكومة أمام أمرين أحلاهما مر تحرير أو إلغاء الدعم يتسبب في ارتفاع الأسعار وإشأة على السوق وصخط عام لديه تأثيرات سياسية سالبة جدا في نفس الوقت الإبقاء على الدعم سوف يكون سمنه كارثيا على الاقتصاد السوداني على الموازنة التي تعاني من عجز كبير جدا فيما يتعلق بالوقود ربما كان الأمر أكثر سهولة من منظومة الخبز وصعوباتها لماذا تغيب الرقابة عن محطات الوقود وتتسبب في هذه الأزمة التي يعانيها الشارع السوداني حاليا أزمة الوقود في الحقيقة هي ظهرت الآن ليست بسبب مشكلة الدعم فقط ولكن كما تعلم هناك حدث عطل كبير جدا في الخطة الناغل للنفط مما أدى إلى خروج المحطة الرئيسية لتكرير النفط في الخرطوم محطة قري وبالتالي حدثت هذه الأزمة ولكن كما ذكرت لك مثالة ضبط الوقود وضبط حصص الوقود أيضا يحتاج إلى منية تحتية توفير بيانات إصدار بطاغات ممغنطة استخدام تكنولوجيا حديثة وهذا غير متوفر في الوقت الراهن غياب المعلومات غياب الأسسة غياب الآليات يجعل من الصعب الآن وضع معالجات ناجعة شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد إلياس أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم كنت معنا عبر الأقمار الصمعية من العاصمة السودانية زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية لأعلى مستوى منذ عام 2016 لتصل إلى 6 مليارات و700 مليون دولار بما يغطي وردات 114 يوما مدعومة بنمو في قطاع السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج ونمت إرادات السياحة 35% العام الماضي لتصل إلى مليارين و130 مليون دولار مع قدوم 9 ملايين و400 ألف زائر للمرة الأولى وزادت تحويلات العاملين في الخارج إلى 422 مليون دينار مقارنة مع 367 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدين الكرام من القاهرة متواصلة وفيها نتابع بعض الفاصل الليلة التركية تسجل هبوطا قياسيا لأدنى مستوى في 9 أشهر أهلا بكم من جديد في السوق كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بيري أن بلاده بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق وفي وقت سابق أقرت الحكومة خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ خطوات مؤلمة مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض ومن العاصمة اللبنانية بيروت للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية المحلل والاقتصادي جهاد لحكايم سيد جهاد ما نوع المساعدة الفنية المطلوبة من صندوق النقد الدولي التي أشار إليها اليوم رئيس مجلس النواب تحياتي وشكرا للاستضافة إنها مساعدة تقنية ومساعدة تقنية هي أشبه بالمشورة وأخذ النصائح من الصندوق النقد الدولي لأنه بعض الأفريقاء في لبنان يتحفز أن يكون هناك كرود من صندوق النقد الدولي وأن يكون له دور أكبر في لبنان لأن البعض يتخوف في حال تم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي وقام صندوق النقد الدولي الطلب منه بإعادة هيكلة الديون وطلب منه كرود معينة أن يكون صندوق النقد الدولي أن يكون برسم سياسات مالية معينة ويتدخل في شؤون الدولة السيادية بالطبع هذا ليس رأيي لأن بالنسبة إليه إذا عجزت الحكومة اللبنانية وعجزت الحكومات السابقة عن وضع حلول اقتصادية كانت مالية ونقدية تخرجنا من الأزمة المالية التي نحن بها فلماذا لا يمكننا أن نطلب أكثر من المشورة لأنه المشكلة ليست فقط في النصائح وفي الخطط لأنه نعرفها جيدا ولكن ربما ينطوي طلب القرد من صندوق النقد الدولي وربما هذا من المؤكد أن يطلب الصندوق في المقابل يعني شروطا اقتصادية أو إجراءات قاسية يجب على الحكومة أن تنفذها فما مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب إن حدثت فذلك أطلب من من هم ضد تدخل صندوق النقد الدولي في السياسة المالية والاقتصادية في لبنان ولا يريدون الاقتراض من صندوق النقد الدولي لماذا لم يقوموا عبر السنوات الماضية بوضع الإصلاحات اللازمة من أجل التفادي الوصول إلى ما نحن عليه اليوم المشكلة في لبنان اليوم أن الدين يزداد بشكل كبير وأن الناتج القومي المحلي سيتقلص بشكل دراماتيكي فنحن كنا عند مستوى 54 مليار دولار مستوى ناتج محلي فالبعض يتكلم أنه سينخفض عند مستوى 45 مليار وحتى البعض الاقتصاديين قد تخوفوا أن ينزلك عند مستوى 40 لما يجعل أن نسبة الدين على الناتج المحلي سيصبح الأكثر في العالم ويمكن أن يلامس 240% فهذا الأمر لا يحتمل فإنني أطلب من من هم في السلطة اليوم وهم ضد تدخل صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية والمالية في لبنان أن يقوموا من تلقاء نفسهم بوضع الإصلاحات اللازمة وتنفيذها ووضع حد للهذر والفساد الموجود في لبنان هنا ربما سيد جهاد المنافسة ويقوموا بالخصخصة اللازمة بشكل شفاف نعم هنا نطرح السؤال الذي يردده البعض عن مدى إمكانية إشهار الإفلاس إذا جاز التعبير إلى أي مدى النظام المصرفي اللبناني مهدد بهذا التهديد إن النظام المصرفي اللبناني في الوضع الراهن هو لا يكون بتسديد كل المستحقات التي تتوجب عليه تجاه المودعين في لبنان وإنه يتخلف عن تحويل الأموال إلى الخارج وذلك بطريقة مخالفة للقوانين في لبنان لأنه نحن في نظام اقتصادي حر ويجب أن يكون هناك حرية لحركة رؤوس الأموال ما يقوم به القطاع المصرفي اليوم هو إجراءات استنسابية وغير موضوعة بأي إطار قانوني فيمنع حركة تحويل الأموال إلى الخارج ولقد علمنا أن هناك بعض المليارات التي حولت من 17 تشوين 17 تشوين الأول حتى اليوم البعض قال أن هذه المبالغ وصلت عند مليارين وثلاثمائة مليون دولار والبعض الآخر قال أنها لمست الستة مليار فلا يمكن أن نعرف لكن يبدو أن الأرقام هي أقرب إلى مليارين وثلاثمائة مليون دولار وهي لترجع لأصحاب النفوذ في لبنان أكانوا من أصحاب المصارف أم من السياسيين وهنا نرى أن الإجراءات هي موجودة على ناس وناس والمدعين في لبنان لا يمكنهم التصرف بأموالهم وبطريقة غير قانونية وغير دستورية فليس هناك من قانون للضوابط على رؤوس الأموال يجيز القيام بهذا الأمر أشكر شكرا جزيلا لنسان جهاد لأكايم وعذرا للمقطاع لضيق الوقت شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر أقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر في تعاملات أمس الاثنين مواصلة للهبوط الذي حدث في تعاملات ختام الأسبوع الماضي يوم الجمعة ليتم تداول الدولار عند مستوى أعلى من ست ليرات جاء ذلك على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار للعملة المحلية عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض إذن وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم وفي الختام دوما تذكرة بأهم ما جاء بالجولة من عنوين السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول السودان يطلب دعما أمريكيا في مدفوعات الدعم وتحويلات الدولار ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلى اللقاء